موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الثالث المتوسط قدنا معكم بسلسلة من سلسلة دروس مادة الرياضيات تحديدا الفصل الثاني وهو تحليل المقادير الجبرية باستخدام المتطابقات حلينا بتمارين بتحليل المتطابقات أو تحليل المقادير الجبرية باستخدام المتطابقات بالفرق بين مربعين وبالمربع الكامل وكيفية إيجاد الحد المفقود فطلبتنا الأعزاء ما يتعلق بالنسبة للحد أو بالنسبة لأسئلة كنا بأسئلة وهو تدرب وحل التمرينات واللي هو بسلسلة متواصلة بشرح منهج متكامل وصلنا وياك إلى سؤال وهو طلبتنا الأعزاء وسؤالنا اللي نذكر به بالشكل الآتي حدد أي مقدار من المقادير التالية يمثل مربعا كاملا وحلله هل هو يمثل مربعا كاملا ثم من بعد ذلك إجراء عملية تحليله فهنا بالحالة طلبنا رح يكون عندي كيفية تحليل هذا المقدار الجبرية إلى المربع الكامل ما ننسى على أنه جذر الحد الأول فإيجاد جذر الحد الأول وهو 2x أي جذر الأربعة x تربيع فهو 2x والجذر الحد الثالث أي جذر ال16 فهو 4 ما ننسى إشارة الحد الكل المقدارين نضربهم من بيش نضربهم في 2 فراح يكون عندي وهو إذا تحقق 2 في جذر الحد الأول في جذر الحد الثالث فهنا بالحالة طلبنا حتى نتأكد هل هو مربع كامل فنزلنا الاثنين جذر الحد الأول وجذر الحد الأول أي جذر الأربعة x تربيع جذر الحد الثالث أي جذر ال16 فهنا بالحالة بإجراء عملية حسابية لإيجاد أو استخراج القيمة من داخل الجذر فجذر الأربعة x تربيع وهي كانت 2x أما جذر ال16 فهي كانت 4 فإجراء عملية حسابية 2 في 2x في 4 وكان يساوي 16x وبما أنه الناتج عندي 16x وهنا ما أنسى الحد الأوسط أو الحد الثاني هو 18x أي إشارة على أنه لا يساوي 18x إذن لا يساوي الحد الثاني إذن أنا السؤال أوجه الكياه هل هي تمثل مربعاً كاملاً؟ إذا ما حققت الشروط الأساسية لتحقيق الحد الأوسط إذا كان قيمة الجذر الحد الأول في قيمة الجذر الحد الثاني الثالث عفواً مضروباً في 2 إذا كان لا يساوي قيمة الحد الأوسط أو الحد الثاني فهي لا تمثل مربعاً كاملاً إذن رح تذكر لي عبارة إشارة لا تمثل مربعاً كاملاً زين خلنا نروح المل لسؤال ثاني وهو 4 إشتربيع ناقصاً 12 إش ناقصاً 18 هذا هو مقدار حدودية أو مقدار من ثلاثة حدود هل هو هذا المقدار يمثل مربعاً كاملاً وحلله؟ أنا أريدك وياي شوي تركز وتقرأه بالشكل الصحيح تقرأ وتركز عليه وهو 4 إشتربيع ناقصاً 12 إش ناقصاً 18 هل رح تذهب المن إلى تحقيق الحد الأوسط لو أنت ركزت وانتبهت زين هنا نحتاج من عندك سرعة انتباه وتركيز بالنسبة للسؤال لو لاحظت عزيز الطالب بما أنه الحد الثالث إشارة سالبة فهنا لو ألاحظ سالبة 18 السؤال موجه إليك هل هنا يمثل مربعاً كاملاً؟ أقول لك عاشت إيدك عزيز الطالب أجتني إجابة مباشرة نعم بالتأكيد لا يمثل مربعاً كاملاً إذن هنا بالحالة ما يحتاج تذهب لتحقيق الحد الأوسط إذن رح تجاوبني مباشرة هنا لا يمثل أو لا تمثل مربعاً كاملاً وما يحتاج أذهب إلى تحقيق الحد الأوسط روحان وياك أيضاً المن إلى سؤال آخر وهو وي تربيع زائد عشرة وي زائد خمسة وعشرين وي تربيع زائد عشرة وي زائد خمسة وعشرين هنا بالحالة هل هذا المقدار يمثل مربعاً كاملاً؟ هنا يحتاج أنت ركزت حد الأول موجب الحد الثالث موجب إذن هنا أحتاج من عندك لتحقيق والتأكد من الحد الأوسط فرح تقول لأستاذ حتى يكون حتى يكون وأيضاً هنا مسألة الترتيب الترتيب التنازلي اللي هو وي تربيع زائد عشرة وي زائد خمسة وعشرين إذن مقدار مرتب الحد الأول والحد الثالث موجبات إذن أنا مباشرة أذهب علماً لتحقيق الحد الأوسط فاللي رح يكون عندي موجب اثنين في جذر الحد الأول في جذر الحد الثالث فرح تقول لي إذا كان اثنين إذا كان الناتج اثنين في قيمة جذر الحد الأول واللي هو وي في قيمة جذر الحد الثالث اللي هو خمسة وطلع حاصل ضربهم يساوي لي الحد الأوسط وهو وهنا ما أنسى الإشارة موجبة رح تقول لي يساوي عشرة وي إذن بما أنه طلع عندي عشرة وي واللي هو نفس الحد الثاني أو الحد الأوسط إذن هنا بالحالة رح يكون جوابك جواب صحيح إذن تمثل مربعاً كاملاً إذن هنا اثنين مضروباً في جذر وي تربيع جذر الحد الأول في جذر الخمسة وعشرين وهو خمسة جذرت وجدت الناتج إذن اثنين في وي في خمسة عشرة وي وهو قيمة الحد الثاني إذن نعم تمثل مربعاً كاملاً أو مربعاً كاملاً إذن ما ملزم بي أذهب المن لتحليل المربع الكامل أو تحليل هذا المقدار فأحي جاوبني طلابنا الأعزاء وهو نا رح يكون تحليله لأنه هنا بالسؤال حسب ما أذكر قال لي بالسؤال فبصيغة الأسئلة لو كان أريد من عندك تحليله طلابنا رح تقول لأستاذ وي تربيع وي تربيع زائد عشرة وي زائد خمسة وعشرين رح تقول لأستاذ تحليله وهو تربيع جذر الحد الأول وهو وي إشارة الحد الثاني أو الأوسط وهو موجب وجذر الحد الثالث وهو خمسة إذن وي زائد خمسة لكل تربيع وحللته بشكل كامل زين نروح المن للسؤال الرابع وسؤالنا الرابع أكتب الحد المفقود في المقدار الجبريلي يصبح مربعا كاملا وحلله هنا عندي المقدار وهو وي تربيع زائد فراغ يساوي زائد ستة وثلاثين لو ألاحظ هنا الحد المفقود هو الحد الثاني أو الحد الأوسط هنا بالحالة كيفية إيجاد الحد الأوسط أحنا قدنا قانون ليصبح المقدار مربعا كاملا فقيمة أول قانون بشكل عام وهو بي أكس يساوي سالب موجب تحت الجذر الحد الأول في الحد الثالث وهنا بالحالة طلابنا أذهب لكتابة القانون نزلت القانون يقدر الطالب مباشرة يقول لأستاذ أربع الطرفين حتى يكون الطالب أو أتخلص من الجذور بشكل كامل فمن أجي أربع البي أكس البي أكس تربيع بي أكس لكل تربيع السالب موجب يصير موجب الاثنين يصير أربعة وهنا الجذر يروح فرح يصير عندي هناك وهو أو يقدر الطالب يعوض مباشرة عفوا لما يحتاج التربيع عفوا شوية البي أكس لأنني أريد الحد الأوسط هذا أربع الطرفين لو كان أنا أريد الحد الأول أو الحد الثالث فهنا بالحالة رح يصير عندي اثنين خط الإشارة موجبة اثنين في جذر الحد الأول والحد الأول هو Y تربيع مضروبا في جذر الحد الثالث وجذر الحد الثالث هو 36 ما أنسى جذر الحد Y تربيع هو Y وجذر 36 هو رح يكون 6 واثنين في Y في 6 رح يكون الجواب عندي 12 12 Y إذن قيمة الحد الثاني أو الحد الأوسط هو 12 Y نذهب للتحليل من بعد تعويض قيمة الحد الأوسط واللي رح تقول لي أستاذ جذر الحد الأول جذر الحد الثاني إشارة الوسط الكل تربيع واللي مثل ما موضح أمامك Y تربيع زائد 12 Y زائد 36 يساوي Y زائد جذر الحد الأول Y جذر إشارة الأوسط واللي هو موجبة جذر الحد الثالث واللي هو 6 الكل شنو الكل تربيع ليصبح تحليل Y زائد 6 الكل تربيع زين الروح المن أيضا لسؤال آخر وهو 25 ناقصا 20X زائد فراغ هنا هذا الحد مفقود طلابنا فهنا بهالحالة ركز وياه بشكل كامل كيفية إيجاد هذا الحد المفقود شنو اللي أحتاجه آني وياك طلابنا قبل كل شي إعادة ترتيب الحدودية أو المقدار ليش رتبته لأن آني ما أنسى بما أنه بالبداية 25 فهذا ما يمثل العدد الثابت أو قيمة C إذن عدد ترتيب وهو ما يمثل المفقود هو الحد الأول فراغ ناقصا 20X زائد شقيد زائد 25 إذن رتبت إذن ما مطلوب هو إيجاد الحد الأول شغلنا الأساسي المن شغلنا الأساسي إلى القانون بيكس يساوي سالب موجة بثنين جذر الحد الأول في جذر الحد الثالث بما أنه اللي أريد آني الحد الأول في نابع الحالة طلابنا كيفية التبسيط أقول لك أنا أحتاج أروح تربيع الطرفين فربعت الطرفين ربعت الطرفين وبنفس الوقت عوضت عن قيمة البي أكس اللي قيمتها سالب 20 أكس عوضت عن قيمة منه عن قيمة السي واللي هو 25 أروح أوجد أي أكس تربيع بقسمة الطرفين على أربعة في خمسة وعشرين فراح يكون الناتج عندي وهو الحد الأول أي أكس تربيع يساوي سالب 20 أكس لكل تربيع على أربعة في خمسة وعشرين فراح يكون عندي أي أكس تربيع يساوي السالب بالتربيع موجب 20 أكس في 20 أكس أربعمية أكس تربيع أربعة في خمسة وعشرين رح يكون الناتج 100 بالاختصار المية وية الاربع مية يبقى اربعة اذا الناتج النهائي هو اربعة اكس تربيع اعوض عن قيمته اربعة اكس تربيع فرح يصبح اذهب لتحليله اذا اصبح المقدار او المربع الكامل هو للمقدار او اربعة اكس تربيع ناقص 20 اكس زائد 25 جذر الحد الاول وهو 2 اكس شارت الوساط سالب جذر الحد الثالث وهو 5 اذا كان المربع الكامل 2 اكس ناقص 5 الكل تربيع بهذا القدر عزائي الطلبة نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم ملتقانا معكم ان شاء الله بدروس قادمة الى ذلك الوقت نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة